من جديدة بجد التحية بالكابتن أيمن شوي وضيوفه الكرامي وسعدني أن يكون معي في هذه الأثناء الكابتن سيد عبد الحفيز كابتن سيد محطة من المحطات الصعبة في مشوار البطولة والدير رقم 42 النهاردة مكاسب متعددة من المباراة عودة صالح جمعة المشاركة الأولى الرسمية لعرب بدري كناشي من ناشي النادلالي وعودة وليد سليمان واستمرار فاجي في التهديف كلها أمور من مكاسب الأهلي في النهاردة في اللقاء الحمد لله طبعا على كل شيء برضو مبرام المباراة المهمة والمحطات المهمة في مشوار الدوري ده دوري بالتأكيد يعني مهم جدا جدا بالنسبة لنا وطويل وبيتاخل المباراة المباراة بيتاخد أو الدوري بيتاخد على مراحل اللي عندنا غيابات إن شاء رحمن بعد أسبوعين ولا حاجة هتبقى الصفوف أحسن وأفضل إن شاء رحمن نعدي المرحلة بشكل كويس امتصاراتنا تبقى متتالية يعني طبعا عمر الصلاة برضو هنشوفها فترة غيابها دي لكن إن شاء رحمن اللي موجود عندنا ثقافي سيد دخلين على مرحلة مرحلة مهمة مرحلة حاسم الدوري عندنا مبراطية دور نصف النهائي أمام الوداد لكن دايما الرهان بتران على شخصية الندل هلي وشخصية لعبة الندل هلي أنا شايف إن اللي بيحصل ده كله أمور طبيعية جدا يعني بعد غياب فترة طويلة كل بيبقى متأثر شيء لحد ما توصل للمستوى اللي انت عايزه مع اكتمال الصفوف بتاعك هياخد وقت بالتأكيد يعني خلينا ناخدها مرحلة مرحلة أو واحدة واحدة كده عندنا مبرامة دجلة ثم مبرامة على الحرس وبعد كده بقيت الجدول هاجلنا يعني ثم مبارات أفريقيا خلينا نركز في ده يهمنا إنه ناخد النقاط في كل مبارات تلات نقاط في كل مبارات يهمنا إنه نوصل في مبارات الوداد نشو رحمن غير الإصابات ولا غيابات يعني سيد النهاردة شوفنا التحرر شوية في الجانب الهجومي من الناد الأهلي شوفنا بعدد محاور الناد الأهلي تقدر تقول للمبارات النهاردة وانسا يجي من الناد الأهلي يعني طبعا يعني ممكن إحنا حالتنا أحسن إحنا ظروفنا أحسن لكن في النهاية برضو هي مبارات أنا دايما بقول الأحداث هي اللي بتبقى غلبة يعني ممكن الأحداث تخدمك وممكن ما تخدمكش يعني الجول اللي احنا جبناه في بداية الشوث التاني بالتأكيد دينا ارتحية أكتر كان ممكن العدد يزيد من الأهداف لكن أهم حاجة زيما قلت أن أنت تاخد ثلاث نقاط في المرحلة اللي انت فيها لحد ما سفوك تكتمل يعني سيد بشكر حضرتك وبالتوفيه إن شاء الله في المرحلة كابتن عيمن ذاك اللي قانا مع الكامل